هذه الدورة تأتي بعد سنتين من المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي كان شعاره هو كفاح دائم لحماية الديمقراطية حزب استقلال يوم يتجه إلى المؤتمر السابع عشر للحزب الذي سينظمه الحزب في آخر مارس ونعتبر في شبيبات استقلالية بأن أي نقاش أي حوار يجب أن يكون ضمن المؤتمر الوطني السابع عشر يعني المؤتمر السابع عشر للحزب يجب أن يحتضن مجموع الرؤى ومجموع التقديرات السياسية التي لدى الإخوان والأخوات في الحزب من بين الأمور المركزية التي ستكون على طاولة اجتماعات الدورة ثالثة اللجنة المركزية الوضع السياسي العام في بلادنا وحالة الاختناق السياسي الموجودة شبيبات استقلالية نحن دافعنا منذ 7 أكتوبر على الاحترام الشرعية الانتخابية نحن ضد أي محاولة للتحلل من الفصل 47 من الدستور وبالتالي لا يمكن إلا أن نعبر على اعتزازنا في شبيبات استقلالية بمواقف التي اتخذها حزب استقلال فيما يرتبط باستفافه إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية ستكون اليوم فرصة لمدارسة أيضا الجوانب الدستورية التي أتبتتها هذه المئة يوم ونقاشات الدستورية والقانونية التي وكبت مختلف هذه التحولات ستكون اليوم أيضا فرصة للتأكيد على اعتزازنا في شبيبات استقلالية بإجماع الشعب المغربي بمختلف مكوناته بقيادة جلالة الملك نصره الله على العودة إلى الاتحاد الإفريقي لأن هذه العودة تؤكد قوة المغرب قوة النموذج المغربي هذا الإجماع الذي عشناه في الأسبوع الأخير يؤكد على أنه إجماع الشعب المغربي على عدالة القضية الوطنية على قدسية صحراء المغربية هو مناعه ورأس الحربة فيما يتعلق بالدفاع عن قضية الترابية أيضا نعتبر في شبيبات استقلالية بأن هناك ارتباط جوهري عضوي ما بين ديمقراطية وما بين الوحدة الترابية وهو ما نسميه بجدلية الوحدة والديمقراطية إن أفضل وسيلة إن أفضل مدخل للدفاع عن صحراء المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية للدفاع عن الوحدة الوطنية هو أن نمضي قدما في المسار الديمقراطي دون أدنى تردد